بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء طلاب الصف الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد من دروس مادة الفيزياء عنوان درسنا اليوم حيوض الضوء عبر شق الجزء الثاني أهداف درسنا اليوم عزيز الطالب يجب عليك بنهاية المشاهدة لهذا الفيديو أن تكون قادرا على أن تستنتقى العلاقة بين عرض الشق المفرد والطول الموجي للضوء المستخدم تستخدم العلاقة لامدة تساوي دي ساين سيتا في حل مساء العددية ربطا بالمعرفة الصابقة تعال معي نشاهد هذا الرسم المتحرك لكي نربط بالمعرفة الصابقة في هذا الرسم سوف نسترجع كيف تتكون الهدبة المركزية وأهداب الحيوض الأخرى لاحظ هنا هنا تكونت الهدبة المركزية وهي ناتجة من فرق مصار بين الموجتين مقداره صفر هنا تكونت الهدبة المعتمة الأولى وهي ناتجة من فرق مصار بين هاتين الموجتين مقداره لامدة قسمة 2 هنا تكونت الهدبة المضيئة الأولى وهي ناتجة من فرق مصار بين هاتين الموجتين فرق المصار بينهما طول موجي كامل لمدة إذن استرجعنا كيف تكونت الهدبة المركزية وكيف تكونت الهدبة المضيئة وكيف تكونت الهدبة المعتمة والآن نذهب إلى العلاقة الرياضية التي تربط بين الطول الموجي وعرض الشرق والزاوية بين الهدبة المركزية والهدبة المضيئة الأولى نراحظ هنا معا أن هذه الموجة وهذه الموجة عندما تلتقي هاتين الموجتين ينتج لنا الهدبة المضيئة العلية لو قصنا طول مصار هذه الموجة وطول مصار هذه الموجة نجد أن فرق المصار بينهما يساوي طول موجي كامل إذن فرق المصار بينهما طول موجي كامل لو قمنا بتدوير هذا المسلث لحصلنا على نفس المسلث الموجود في الكتاب والذي سنراه بعد قليل نلاحظ معا في هذا المسلث هذا الضلع يمثل الفرق بين مصار هذه الموجة ومصار هذه الموجة اللي هو الطول الموجي لمدة وطر المسلث هذا مسلث قائم الزاوية وطر المسلث يمثل الديل هو عرض الشق هذه الزاوية سيتا وهي الزاوية بين الهدبة المركزية والهدبة المضيئة الأولى إذن لو أحببنا أعزائي الطلاب أن نحسب صين سيتا ماذا نفعل؟ أحسنتم مقابل على وطر المقابل لمدة والوطر دي إذن تعالى لنذهب إلى كيف تم استنتاج القانون تابع معي كيف يتم استنتاج القانون لاحظ معي أن هذا الوطر هذا الضلع وهو وطر المسلث هذا يمثل عرض الشق دي وهذا الضلع يمثل لمدة وهذه الزاوية سيتا وهي الزاوية كما قلنا المحصورة بين الهدبة المركزية والهدبة المضيئة الأولى إذن لو أردنا أن نأتي بالطول الموجي لمدة ماذا نفعل؟ أحسنتم يبقى لمدة تساوي دي صين سيتا إذن لو أحببنا أن نأتي بالصين سيتا تساوي لمدة قسمة دي إذن يمكن وضع هذا القانون في صورة مثلث حتى نتمكن من إيجاد كل مدلولات القانون لو أحببنا أن نأتي باللمدة يبقى دي صين سيتا لو أحببنا أن نأتي بالدي يبقى لمدة على صين سيتا لو أحببنا أن نأتي بالصين سيتا لابد أن تعلم أحسنتم صين سيتا تساوي صين سيتا تساوي صين سالب واحد لمدة على الدي أكتب مدلولات القانون ووحدات القياس ما هي مدلولات القانون؟ ما الذي تشير إليه اللمدة؟ ما الذي تشير إليه الدي؟ ما الذي تشير إليه السيتا؟ أسمعوا إجاباتكم أحسنتم السيتا هي الزاوية إلى الهدبة المضيئة الأولى اللمدة هي الطول الموجي ودي هي عرض الشو وحدات القياس راد أو درجة حسب ما تأتي لنا في المسألة واللامدة تقاس بالمتر والدي تقاس بالمتر أيضا إذن تعلمنا كيف يمكننا كتابة القانون كما تعلمنا كيف يمكننا كتابة وحدات القياس لكل مدلول من مدلولات القانون عند حل المسائل باستخدام هذا القانون لابد أن تعلم عزيز الطالب أن كل من الدي واللامدة لابد أن تكون وحدة قياس لهما متر يبقى الدي تقاس بالمتر واللامدة تقاس أيضا بالمتر طيب تحويلات هامة أعلم أنكم جميعكم تعرفون هذه التحويلات جيدا عند التحويل من وحدة سنتيمتر إلى وحدة المتر لابد أن نضرب الرقم في عشرة أس سالب اثنين لو أن وحدات القياس التي معنا للدي واللامدة بمليمتر لابد أن نضرب الرقم في عشرة أس سالب ثلاثة لو كانت بالميكرو متر لابد أن نضرب الرقم في عشرة سالب ستة لو كانت بالنانو متر لابد أن نضرب الرقم في عشرة سالب تسعة إذن التحويلات هذه هامة جدا أقويموا الهدف أكتب قانون حساب الطول الموجي عند مرور الضوء عبر شق أحسنتم أسمع إجاباتكم جيدة يفضل كتابة القانون في صورة مسلس أحسنتم نعم D تساوي لمدة قسمة سين سيتة أو لمدة تساوي D سين سيتة أو سيتة تساوي شفت سين سين سالب واحد لمدة قسمة D أكتب وحدات قياس كل من ما وحدة قياس السيتة أحسنتم أسمع إجاباتكم جيدا أحسنتم راد أو بالدرجات الطول الموجي لمدة أحسنتم بالمتر D أيضا بالمتر الهدف الثاني هدفنا الثاني أن نستخدم العلاقة لمدة تساوي D سين سيتة في حل مسائل عددية إذن لنذهب إلى حل المسائل مثال واحد يمر ضوء مترابط أحادي اللون عبر شق فيظهر نمط تداخل على شاشة مقابلة إذا كانت الزاوية بين الهدبة المركزية والهدبة المضيع الأولى هي تمنتاشر درجة والطول الموجي لهذا الضوء هو خمسة بوينت اتنين وخمسين ضرب عشرة أستسالة بسبعة متر احسب عرض الشق هنا المطلوب مننا أن نحن نحسب الدي وأعطاني السيتة وأعطاني اللامدة إذن المعطيات هي أحسنتم لامدة وثيتة اللامدة تساوي خمسة بوينت اتنين وخمسين ضرب عشرة أستسالة بسبعة متر والثيتة طمنتاشر دجري إذن المطلوب الدي إذن هنا حددنا المعطيات وحددنا المطلوب القانون المناسب هو أحسنتم دي تساوي لامدة قسمة سين سيتة إذن التعويض كما نرى دي تساوي خمسة بوينت اتنين وخمسين ضرب عشرة سالب سبعة قسمة سين تمنتاشر يكون الناتج وان بوينت واحد بوينت تمانية وسبعين ضرب عشرة سالب ستة متر هنا أيضا مثال آخر يعتبر ضوء أحادي اللون طوله الموجي كما نرى معنا اللامدة طول الموجي يعبر ضوء أحادي اللون طوله الموجي كما نرى خلال شق مفرد عرضه هذا عرض الشق ثم يسقط على شاشة احسب الزاوية بين الهدبة المركزية والهدبة المضيئة الأولى إذن المعطيات كما تعودنا هذه المعطيات لمدة تساوي ستة بوينت عشرين ضرب عشرة سالب سبعة متر وقدي هنا لازم نعلم أنها بالسنتيمتر إذن لابد من التحويل كيف نحول أحسنتم بالضرب في عشرة أس سالب اتنين يكون الناتج كما ترى إذن القانون المستخدم بما أننا محتاجين سيتة إذن سيتة تساوي سين سالب واحد لمدة قسمة الدي وهنا يكون الناتج سيتة تساوي سين سالب واحد ستة بوينت عشرين ضرب عشرة سالب سبعة قسمة واحد ضرب عشرة سالب خمسة الناتج ثلاثة بوينت خمسة وخمسين درجة تقويم الهدف الثاني عليك إيقاف الفيديو وحل السؤال يعبر ضق أحاد اللون عبر شق مفرد عرضه هذا عرض الشق ماذا رمز عرض الشق دي يسقط على شاشة فإذا كانت الزاوية بين الهدبة المركزية والهدبة المضيئة الأولى هذه هي السيتة احسب الطول الموجي لضوء المستخدم كما تعودنا معطيات أحسنتم ثم المطلوب مننا وهو الطول الموجي لامدة ثم القانون المستخدم لامدة ساوي دي سين سيتة وأخيرا التعويض لامدة ساوي نعود عن الدي باتنين ضرب عشرة سرب ستة ثم صين السيتة معي اللي هي بستاشر الناتج خمسة بوينت خمسة ضرب عشرة سرب سبعة متر والآن مع الواجب نتركهم مع الواجب وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة